قدمت البحرانية الإثيوبية الأصل مريم يوسف جمال للعرب ميداليتهم الثانية عشرة في أولمبياد لندن وجاءت برونزية اللون في سباق الألف وخمسمائة متر لتصبح أولى رياضية خليجية تصعد إلى منصة التتويج الأولمبي وثامن عربية جمال البالغة سبعة وعشرين عاماً بطلة العالم الفين وسبعة الفين وتسعة وحاملة ذهبية الأسياد الفائد عوضت حلولها خامسة في أولمبياد بكين وأدخلت البحرين سجل الميداليات الأولمبية للمرة الأولى في تاريخها جمال التي غادرت بلادها للتدرب في سويسرا في الألفين واثنين ولم تعد خوفاً من مشاكل عرقية نالت الجنسية البحرانية في مطلع الألفين وخمسة كانت تسير ستة عشر كيلو متراً يومياً إلى مدرستها قبل أن تصبح بطلة من بطلات العالم وفي ألمانيا تحدث الملاكم السوري ناصر الشامي بأسى عن المعارك التي حجزته في حمى ومنعته من الذهاب إلى لندن والأسوأ أن نصيبه منها كان خمس طلقات بينها واحدة في يده أخذ زوجة أخي لتولد في المشفى أريد أن يأتي بالتاكسي لتأخذها أنا ما أعرف أنه فيه دبابة بخلف الحاجز وغل حاجز وأذن يتفاجئ أنه أول طلقة تأتي على بطلة الرجل وخمس طلقات بيجوهون وبن خلالها راح الأصبع وراح الأسنام الشام المعارض للنظام السوري والذي تعالجه حالياً الجمعية الألمانية السورية يصر على العودة إلى الحلب لتحقيق حلمه بإحراز ميدالية أولمبية يأمل بأن يهديها لبلده الحر